والآية لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق مرة في العهد القديم وثلاث مرات ثلاث في العهد الجديد يعني آية المسيح أصد بي حاجة أترك وألتصق الفكرة البسيطة بتاعت أي حد الشباب أو اللسه في السنة أم جرد ترك ترك ليه أربع جنون ممكن يبقى أكتر كمان ترك الجسدي يعني أنا هسيب هذا البيت هسيب شاقت شاقت بابا وماما تلاقي واحد وهو بيلم حاقته عشان يروح شاقته يقولك طبعا أسيب شوية هدوم ليه يا حبيبتي أسيب شوية هدوم أصلا ورجعت بيك لا أسيب لا ماما تقوله لا ما تسيبش حاجة ممكن بقوله أسيب حاجتك يا حبيب يوم ما تزعل ولا تغير ماما الشطرة أنت هتاخد كل حاجتك نقطة مهمة أو يا دكتور وشو أفكر فيها انتبارها عادي يعني مش أزمة يعني بس حقيقي فعلا صح ممكن تقوله سيب بجامة سيب حاجة بس بسيطة لك لو جيت تغير بس أنت تسيب حاجتك حتى تلاقوا البنات أختها تتجاوز أقولك أنا هتسيبي لك دولاب دولاب كله ما هي لا هناخد كل حاجتي الطرق الجسدي الطرق مفتاح الشقة كل حاجة أنا سيبت المكان ده خالص بكل ما فيه وريح بالتاني ده الطرق الجسدي طرق المكان كله فعلا أنا خلاص مش هارج المكتب الكتبي شانطي أنا فاكر يوم ما وأنا بعزل كان أكبر المشكلة عندي الكتب خدتها في شنط شنط مهما تقولي طب سيب حابة ليك أنا هجي هنا أقعد معاكي أكل مهما مش على طول بس الكتب في بيتي ما فاكرت كل واحد عنده إيه هياخده معاه كله طرق ده الطرق الجسدي ده أول جزء في الطرق أو أول جانب في الطرق طبعا فيه التصاق جسدي هناك بقى التصاق ده المقابل يا دكتور يعني كل طرق كل نوع من أنواع الطرق مقابل ليه نوع من أنواع الالتصاق الالتصاق صح كده فهمت صح؟ تمام تمام جدا التارك أنا تركت بقى الجزء ده كده بعد كده فيه حاجة طرق مادي أنا كنت محتاج حاجة يا ماما يا بابا وانت جاي لأ ما بقاش كده ده فيه طرق مادي أنا مش همدي دولاب الفلوس الحاجات اللي موجودة دي كلها بقتش أنا خلاص أنا سبتي لهذا البيت ماديا مش هو المسؤول عندي تمام أنا عندي مشكلة مفروض أول حاجة زوجي تجاوز نفسه في ملوخية مش بكلم ماما مش بكلم بابا العربية بازت هي عروسة زوجة جميلة عندها عربيتها عارف العربية ما بتطل أول حاجة يا بابا دهوقتي ما فيش بابا أنا مش هتصل ببابا ده ترك إيه نفسي أنا بقى خلاص مش أجيل وأنا روح هتصل بزوجي ممكن زوجي يزعل أنت كلمتي بباباكي قبل ما تكلميني حقيقي بيحصل عشان خاطر العربية وأنا بعمل إيه بيحصل حقيقي أو أنت نفسك يا بشوي في أكلة معينة مش تقول لي أنا مش تقول لي ماما فكة الترك النفسي ترك المادي كما نحن عندي كسدي مادي نفسي دهول مهمين جدا أنا أصدقى دخلت في الجاسة في المادي ونفسي ونفسي مع بعض وإحنا ماشيين كله مرتسطين يعني أو متربصين ببعض فعلا فكة أنه يترك بطرك بكل ده وأهم بقى ترك هو الترك الروحي الروحي في حاجة اسمها ترك الروحي انه ترك الروحي يعني خلاص أنا بقى أنا ما بقيتش داي مسؤوليتي أنا مسؤوليتي بقيت في حتة تانية مع زوجي مع شرك حياتي بمعنى يا دكتور بمعنى كلمة صعبة قوي لما يجي نقول الاتنين الجاخين على جواز نقول لهم خلاصك من خلاصه وخلاصك من خلاصه كلمة تشد الناس قوي يعني إيه يا دكتور يعني يا أنكل يعني يا ابونا يعني يعني مش هتخش السامة غير بي طب أنا بعملت اللي كل علي لا ما عملتش كل عليك تعمل اللي كل عليك في آخر نفس بيخرج من حياتك نفضل لآخر يوم احنا بنجي لورا خلاص شريك الحياة ودي مهمة قوي تصعب قوي ويخلي الناس كتير تخاف خلي الناس كتير تفكر في اللي خلانا نفاجأ أن في أكتر من يعني 60% من حالات طلب الانفصال بتبقى في أول سنة جواز إلا حصل ما أنا مش لعبة اللعبة دي إلا مش لعبة أنا بجري على خلاص هذا الإنسان ما أنا بقى فيه طرق في كل حاجة جسدي ومادي ونفسي وروحي كل أنواع الطرق ده من بيت بابا من بيت ماما من كلام ده كله وبقيت مع شريك حياتي في حالة التصاق جسدي مادي مادي ده المال هو أحد المشاكل التانية هنلاقيه دلوقتي المعنوي السؤال عن بعض الأسرار الكلام ده كله بقى فيه وحدة بقول لتنين واحد ترجمة نانسي قنقر